ومعنا من واشنطن مراسلتنا ريما أبو حمدي وأيضا من لندن مراسلنا صابر أيوب أبدأ معك ريما مجددا قتل المواطن بروكس أثار ردود فعل منها استقالت قائدة الشرطة ولكن فقط على ما يبدو الخطوة فيما يتعلق بالشرطة الذي أقدم على إطلاق النار وقتل بروكس هو إعثاؤه من مهامه ماذا عن المسار الآخر مسار العدالة الذي يطالب به المتظاهرون يعني حتى هذه اللحظة بالفعل هذا ما حدث مع الشرطة إعفاؤه من منصبه ومن مهامه ولكن هذا لا يعني النهاية المطاف لهذا الشرطي محامي الشخص الأمريكي الأسود الذي قتل على يد الشرطة في أتلانتا قال إنها العائلة ستتابع المسار القانوني لتحقيق العدالة لهذا الشخص ولم يقبل برواية الشرطة ولم يقبل بتبريرات الشرطة لقتل بروكس في أتلانتا جورجيا وأشير فقط إلى أن هذه ليست الحالة الوحيدة في تلك الولاية فقط في الفترة الماضية أيضا أومد أوربوري كان قتل قبل فترة على يد رجال بيض ليسوا من الشرطة وأيضا في البداية لم يتم تقديمهم للعدالة ولم يتم توجيه أي تهم إليهم هذا يعني أنه ربما تشهد جورجيا بعض المظاهرات الغاضبة كما رأينا ليلة أمس وقد تستمر هذه المظاهرات كما يتوقع كثيرون لحين تحقيق مطالب المحتجين والتي تتردد في كل الولايات المتحدة الآن حتى مع هذه المظاهرات الغاضبة ما زال هناك حوادث عنف ضد الأمريكيين من أصول إفريقية بغض النظر عن الأسباب وعن الدوافع اليوم أيضا من المتوقع أن يكون هناك مظاهرة كبيرة في العاصمة الأمريكية تزامنا مع عيد ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد سرام وهنا أيضا في لندن دعوات لاستكمال التظاهرات ضد العنصرية صابر أيوب هل بدأت الحشود لهذه التظاهرة خصوصا وأنه بعدما شاهدناه بالأمس كان هناك انقسام كبير في الرأي حول طابع الذي تتسم به هذه التظاهرات تحديدا الاشتباك مع عناصر الشرطة هل لا يزال هناك من يريد أن يلبي هذه الدعوات للتظاهر بالفعل هناك مؤشر خطير مظاهرات الأمس كانت مؤشر خطير كادت أن تلتحم الجموع فيما بعضها هنا في لندن بين من جاءوا لحماية التمثيل أو بدعوا حماية التمثيل من اليمين المتطرف وفي الجهة الأخرى كما تعودت حركة السود مهمة تتظاهر كل سبت وكل أحد وفي بعض أيام الأسبوع لكن بالأمس مؤشر خطير ناقوس خطر دقة هنا في بريطانيا من أن الوضع يزداد توترا وقد تسير الأمور إلى أكثر دموية أكثر عنف من الذي حدث بالأمس حيث أصيب 14 شخصا من بينهم 6 من رجال الشرطة كما تم اعتقال أكثر من مئات شخص اليوم تبدو الأمور هادئة ربما أن الجانبين شعراء بمستوى هذا التوتر والانزلاق الخطير الذي يمكن أن تؤدي إليه مظاهرات من هذا النوع التي ندد بها بوريس جونسون وخاصة بالمظاهرات التي نظمها أنصار اليمين المتطرف وقال أنه من غير المقبول أن نقبل في شوارعنا شغب عنصري في الجانب الآخر تستمر بلدية لندن وبلديات مدن أخرى في بريطانيا بوضع ستائر على التمثيل المثيرة للجدل هذا تمثال شيرتشرف الخلفية والآن باتت أيضا التمثيل الأخرى التي ليس لها ماضي عنصري بل ماضي مجيد في الكفاح مثل غندي هنا تمثال غندي أيضا تم تسقيفه وتم إحاطته بستائر حديدية وفي الجانب الآخر أيضا تمثال منديلا الذي كان له كفاح طويل ضد العنصرية والخوف أن تطالهم التخريب من الجماعات الجماعات اليمين المتطرفة تحتدم الأمور أكثر فأكثر لذلك بلدية لندن تسارع إلى تطويق هذه التمثيل من أجل خفض التوتر بين الجانبين شكرا لك من لندن مرسلنا الصبر أيوبو أيضا أشكر ريمة أبو حمدي من واشد